أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استلام عدد من المباني العامة الجديدة بمجروع مدينة صباح الأحمد الإسكاني بالضاحية سي المؤسسة قالت أنه تم استلام مبنى مخفر الشرطة ومبنى خدمة المواطن والمركز الصحي العام بالإضافة إلى مبنى الإسعاف ومركز تنمية المجتمع والسوق المركزي ضمن أعمال استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية بالإضافة إلى مساجد ومساكن لعدد من المؤذنين وثلاث مدارس مشيرة إلى أن المباني العامة المنجزة تسلم إلى الوزارات المختصة بعد استلامها من مقاول المشروع تمهيدا لتشغيلها